الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنتكلم في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى عن رؤية عسل النحل في المنام للإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة تأويل العسل في الحلم رؤية العسل في المنام إشارة إلى الرزق الذي تحصل عليه بالتعب رؤية الشهد في المنام إشارة إلى الرزق الذي تحصل عليه بدون تعب رؤية العسل يتساقط من السماء يدل هذا الحلم على الصلاة والبركة التي يعم ذلك المكان رؤية شراء العسل إشارة إلى أنك ستتغلب على مشاكل مالية على مشاكل مالية التي تواجه حياتك رؤية بيع العسل إشارة إلى ثقتك في نفسك عند أداء أي عمل ستة يرمز العسل إلى العزوبة والطرف والجمال في الحلم سبعة والآن ولأن العسل معروف بأنه مصدر يعزز خصوبة المرأة ويزيد قوة الرجل في الواقع ينظر إلى ظهوره في الأحلام على أنه حياتك الجنسية في أوجهها وستكون مفاعمة بالحب والنشاط هذه الفترة تمانية إذا رأيت العسل في الحلم وقد ترافقت رؤيتك مع بعض المشاعر البغيضة أو السلبية تسعة إذا كان الزباب والبعود يحوم حول العسل يرمز إلى حسد البعض وغيرتهم منك ومحاولاتهم إزيتك عشر إذا كانت مشاعرك سلبية تجاه رؤية العسل يرمز إلى هموم وأحزان مقبلة عليك حداشر إذا كنت متزوجة ورأيت العسل يعني أنك ستحظين بحظيات ممتعة وخصة مع شريكك بعد فترة من الجفاء اتناشر رؤية العسل الطازج والنقف الحلم يدل على شفاء المريض تلاتاشر وفي العادة تفسير رؤية العسل في المنام إلى أنك سوف تحظر تحطين بحياة مليئة بالسعادة والمتعة إذا كان الشخص طالب للعلم فتناول العسل زاد في علمه إذا كان تاجر فهي إشارة إلى القرارات الصائبة التي يتخذها رؤية العسل في المنام تعني الصلاح في الدين وحلاوة الإيمان والخير والبركة والمال الذي ينفع صاحبه يكون مصدر حلال سواء من التجارة وغالبا من الميراس اتنين تدل على رخاء العيش وسعته وتفريد الهموم والمشاكل فكل من رأى في المنام العسل بكل أشكاله فهذه مثابة بشارة له من رأى العسل بشكل عام في المنام فيدل ذلك على الرزق والمال وقوة وصلابة في الدين والكثير من أعمال الخير الآخرة من رأى العسل بعد بذل الجهد في المنام دل على أن صاحب الرؤية سيصيب مالا ولكن ليس كثير في مقابل الجهد والتعب من رأى أن الكون يسقط ويمطر عليه عسل دل ذلك على قوة الإيمان وحلاوته في قلبه وقال غيره من المفسرين إن رؤية ذلك تدل على عسلية الرجل أو المرأة من رأى أنه يشرب من العسل الصافي بالنار فإن الله سيفرج عليه همومه من رأى أيضا أنه يشرب العسل فيرتهو منه مستمتعا بطعمه دل على أنه سينعق ويحضن حبيب له ويقبله من رأى نفسه في المنام يأكل العسل إلى جانب الخبز فإنه سيصيب العيش الجميل والهنيء فيه الشهد والعسل فمال من مراس حلال أو مال من غنيمة أو شركة من رأى كأن بين يديه شهدا دل على أن عنده علم شريف إن رأى كأنه يطعمه للناس فإنه يقرأ القرآن بين الناس بنغم طيبة العسل لأهل الدين حلاوة الإيمان وتلاوة القرآن وأعمال البر ولأهل الدنيا إصابة غنيمة من غير تعب الشهد رزق كثير يناله صاحبه من جهة حلال من غير تعب لأن النار لا تمسه والعسل رزق قليل من جهة مكروه لمس النار إياه إن رؤية عسل نازل من السماء عام دلت رؤية على صلاح الدين وعموم البركة فمن رأى كأنه بيده شهد موضوع دلت رؤيته على أن عنده علم شريف من رأى أنه أكل عسل أو جمعه أو يؤتى به إليه فإنه يصيب مال وغنيمة وفرح وإن كان عبدا عطيق وإن كان مريض شفية وربما دل العسل على كلام البر وطلب القرآن والعلم على وجه حسن وربما دل على النكاح والتزويج إذا حلمت أنك رأيت عسل فسوف تحظى بثروة معتبرة إذا رأيت عسل مصف فإن هذا يعني الثروة والتيسير ولكن ميل بطني لتحقيق رغبتك على نحو غير قانوني سوف يلكب حياتك إذا حلمت بأكل العسل فإن هذا ينبأ أنك سوف تحرز الصروة والحب ويعني هذا الحلم العشاق اندفاع سريع نحو المتاع الزوجي العسل يدل على القرآن لأن الله عز وجل وصف كلمه بالشفاء وحكى عن ابن سيرين أنه قال الشهد رزق كسير يناله صاحبه من غير تعب لأن النار لم تمس والعسل رزق قليل من وجه فيه تعب فإن رأك أن السماء امطرت عسل دل على صلاح الدين وعموم البركة فإن رأك أنه أكل الشهد وفوقه العسل فقد كره بعض المعبرين حتى فصره بنكاح الأم وبلغنا أنه رجل أتى أنه رجل أتى العسل فقد كره بعض المعبرين حتى فصروا بنكاح الأم وبلغنا أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت ظله ينظف منها السمن والعسل والناس يلعقونها فما استكسر منه ومستقل فقال أبو بكر دعني أعبرها إنما هي القرآن وحلوته وليت الناس يأخذونه فما استكسر منه ومستقل وروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في قبة من حديد وإذا ينزل من السماء فيلعق الرجل اللعقة واللعقتين ويلعق الرجل أكثر العسل على القرآن لأن الله عز وجل وصف كلامه بالشفاء وحكى عن ابن سيرين أنه قال الشهد رزق يناله صاحبه من غير تعب لأن النار لم تمسه والعسل رزق قليل من وجه فيه تعب فإن رأك أن السماء امطرت عسل دل على صلاح الدين وعموم البركة فإن رأك أنه أكل الشهد وفوقه العسل فقد كره بعض المعبرين حتى فصروا بنكاح الأم وبلغنا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت ذله ينطف منها السمن والعسل والناس يلعقونه فمستكسر منه ومستقل فقال أبو بكر دعني أفسرها والناس يلعقونه يعني بيلعقوا بالسانتهم يعني فمستكسر منه ومستقل فقال أبو بكر دعني أعبره إنما هي القرآن وحلوته ويا ليت الناس يأخذون فمستكسر منه ومستقل وروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني في قبة من حديد وإذا عسل ينزل من السماء فيلعق الرجل اللعقة واللعقاتين ويلعق الرجل أكثر من ذلك ومنهم من يحس فقال أبو بكر رضي الله عنه دعني أعبرها يا رسول الله فقال أنت وذاك فقال أما قبة الحديد فالإسلام وأما العسل الذي ينزل من السماء في القرآن وأما الذي يلعق اللعقة والعقاتين فالذي يتعلم الصورة والصورتين وأما الذين يحسونه فالذين يجمعون فقال صلى الله عليه وسلم صدقت وروا أن عبد الله بن عمر قال يا رسول الله رأيت كأني أصبع هذين تقطران عسل وأنني ألعقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ الكتابين وروا رجل كأنه يغمص خبزا في عسل ويأكله فصار محب للعلم والحكمة فانتفع بذلك وكسر ما له لأن العسل دل على حسن علمه والخبز على يسره وإن شاء الله عز وجل للقاء القادم هنتكلم عن تفسير جديد وحلم جديد ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر